بناء على هذا سمحة الشيخ تنشو عند الإنسان أو ينشو عند الإنسان حب الوطن بعاطفة كبيرة بعضها إيمانا منه بقيمة هذا الوطن وبعضها انسياقا مع العواطف المتفجرة لكن الطريقة التي لم تبحث عاطفة أو علما هو كيفية تعبير الإنسان عن حبه لوطنه. ما الطريقة التي يعبر بها الإنسان عن حبه لوطنه؟ هناك تعبيرا تعبير ناشئ عن الآطفة وتعبير ناشئ عن العقيدة والفكر فالتعبير الآطف عن الناشئة قد يدفع الإنسان إلى الغلوب وعدم الوقوف عند نقطة الاعتدال كقول أمير الشعراء وطني لو شغلت بالقلد عنه نازعتني إليه في القلد نفسي هذا شعور إنما هو ناشئ عن عاطفة وليس ناشئا عن أقيدة وفكر أما الشعور الناشئ عن الأقيدة والفكر فإنه يؤطي الإنسان فإنه يقتطي أن يؤطي الإنسان الوطن حقه بقدر ما يستحق هذا الوطن ووراء ذلك كله يراعي نعمة من من بهذا الوطن حتى استقر الإنسان فيه فيراعي طاعة الله ويراعي شكر الله ويراعي القيام بأمر الله نعم ترجمة نانسي قنقر